في الشانية الصحراوي تعرضت عضو الهيئة الصحراوية لمنهضة الاحتلال المغربي سلطان خيا تعرضت إلى اعتداء همجي جديد بمنزلها العائلية على يد أجهزة أو الأجهزة القمعية لقوات الاحتلال المغربي فيما خلف الاعتداء إصابات لدى أفراد العائلة في غضون ذلك أوضحت اللجنة الإعلامية بمدينة بوجدورة المحتلة في بيان لها أن اعتداء القوات المغزنية على عائلة الحقوقية الصحراوية جاء عقب زيارة مجموعة أخرى من المناظرات الصحراويات للناشطة خيا تعبيرا عن تضامنهن إذا آمت تعرض له من حصار جائر منذ أكثر من عام